لسه مهرجان العالمين الجديدة بيواصل فعلياته وبنتابع أخباره المتميزة كل يوم مبارح كان فيه زيارة مهمة جداً للمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية اللي كان موجود في العالمين وقال بعض التصريحات والكلام المهم عن مميزات مدينة العالمين وجمالها ومكانتها على خريطة السياحة المصرية والإقليمية كمان اتكلم عن حقوق الإنسان الدور الكبير كمان اللي بلعبه الشباب في الحوار الوطن المستشار فوزي قال إن الوزارة شغالة على تفعيل حقوق الإنسان بشكل شامل وابتدعم الشباب في الحوار الوطني لأنهم طبعاً مفتاح النجاح كمان الدولة مهتمة جداً بتوفير بيئة تعليمية ونظم حديثة في التعليم العالي وده واضح في الدور اللي بتلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب اللي سهمت في خلق كوادر شبابية مؤهلة من خلال برامج مميزة وأعتقد إحنا كلنا شفناها الفترة اللي فيه كمان المستشار فوزي في كلامه تطرق للمهرجان نفسه وقال إنه فرصة رائعة لتسليط الضوء على تطور السحل الشمالي ومدينة العالمين الجديدة وقال إنه شاف عروض فنية وثقافية ورياضية متميزة ومتنوعة جداً ولاقت إعجاب الجميع الوزير فوزي شرح كمان إزاي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الحوار الوطني بشكل كبير وده طبعاً ساعد على نجاح الحوار وعمل كده زي قناة تواصل فعالة بين الناس وبين الحكومة وإن الحكومة كانت حريصة إنها تسمع وتشوف أراء الشباب وإنها تشركهم كمان في صنع القرار لأن ده بيبقى جزء أساسي في بناء المستقبل كمان المستشار فوزي قدم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم مهرجان رائع بيعكس جهود التنمية والترويج للسياحة في مصر كلام مهم وملفات كتير اتطلق لها وزير الشؤون النيابية هنتكلم النهاردة كمان على مدار الحلقة عن حاجات كتير مختلفة هنتكلم عن التطوير اللي حصل فيه ملف التعليم والتعليم العالي هنتكلم عن مواضيع كتير خلينا معاكم ومع حضراتكم بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر